كما التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اليوم المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري وحضراء اللقاء وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثين كوهين وخلال اللقاء أثناء مدبولي على التنسيق المشترك على عالي المستوى بين البلدين مؤخرا فيما يخص الأحداث في قطع غزة كما أكد أن مصر أخذت قضية المناخ والحفاظ على البيئة بمنتهى الجدية وهي واحدة من الدول القلائلة التي التزمت بالوصول بنسبة الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة المستخدم إلى 42% خلال السنوات العشر القادمة من جانبه أثناء كاري بشكل خاص على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الدعم وتعزيز قضايا تغير المناخ سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى الدولي من خلال الدور المصري الفاعل في المؤتمرة ذات السلة